بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ما كان منا واستر علينا بسترك الجميل واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور أسأل الله تعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال كعادتنا في حلقة وسط الأسبوع ستكون الإجابة على ما وردنا من أسئلتكم في تعليقاتكم الكريمة على صفحة قناة الفلوجة في الفيسبوك حياكم الله ومرحبا بكم ونبدأ على بركة الله أحد الإخوة يقول أو يسألنا عن بعض الشبهات من خلال تعليقات بعض المغرضين على حلقة الجمعة الماضية حلقة الجمعة الماضية كما قلنا كانت في السادس والعشرين من شارذ الحجة وهو ذكر استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذكر بعض الشبهات التي أنزلها بعض المعلقين منها مسألة الترضي على أبي لؤلؤ فيروز قاتل سيدنا عمر أبو لؤلؤ لعنة الله عليه وعلى من يحبه هو مجوسي كان عبد النار لم يسلم في حياته لم يصلي لله ركعا لم ينطق بالشهادة ولا توجد رواية واحدة صحيحة وأتحدى من يأتيني برواية واحدة صحيحة تثبت بأن هذا اللعين قد نطق بالشهادة أو دخل إلى الإسلام دخل إلى المسجد متسللا هذا طبعا حجة القائلين يقول ماذا كان يفعل في المسجد إذا لم يكن مسلما هو دخل متسللا عندما صلى المسلمون صلاة الفجر وكما تعرفون في ذلك الوقت لا يوجد أحد لا يصلي في المسجد المدينة المنورة كانت تفرغ من الرجال وقت الصلاة حتى من النساء النساء كلهن في المسجد أيضا أو أغلبهن كثير منهن في المسجد فهو دخل متسللا من بين الصفوف وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثأرا للعرش الكسروي لأن عمر أطاح مملكة كسرة المجوسية التي تعبد النار لمدة ألف سنة لذلك الآن من يحزنون على العرش الكسروي من يحزنون على زوال المجوسية من بلاد فارس والسائر البقاع الساسانية من يحزنون هم الذين يثنون على أبي لؤلو لأنه أخذ يعتبرونه قد أخذ بثأر ملوكهم لا تنخدعوا أيها المسلمون لا تنخدعوا أيها العرب بمؤامرات أعدائكم قمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وصاحبه وكاتب وحيه وهو مهاجر من المهاجرين وهو الوحيد الذي هاجر جهراً وكل الصحابة هاجروا سراً وقائل ذلك سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي قال لم أرى أحداً هاجر جهراً إلا عمر فإنه وقف يتحدى الكفار قال من أراد أن ييتم ابنه ويثكل أمه ويرمل زوجته فللقني خلف هذا الوادي لمهاجر مع محمد وصالح فلا تنخدعوا أيها المسلمون وأيها العرب هذا تاريخكم وهذا إرثكم وهذا شرفكم إياكم من خدع تأتي من وراء أمتنا من وراء حدود أمتنا يأتي المغرضون الآن بلاد فارس لو لا عمر ابن الخطار رضي الله عنه والمفروض أن لا يسوا فضله لأنه هو الذي أدخل إليهم الإسلام هو وجنده المباركون رضي الله عنهم يثنون على ابنهم اللعين المجوسي أبي لؤلؤة لا تنخدعوا بذلك يعني المشكلة أن بعض الناس جازفة مجازفة يدعو الله تعالى أن يحشره مع أبي لؤلؤة والله إذا دعوت الله أن يحشرك مع أبي لؤلؤة فأنت تدعو الله تعالى أن يجعلك في قعر جهنم وهناك أحد يقول ما معنى عبارة فرحة الزهرة هذه أيضا من العبارات المجوسية الساسانية التي جاءت إلى أمة الإسلام يعني هي مسألة قومية كلها بغض عمر وحتى تقديس آل البيت رضي الله عنهم بهذه الطريقة التي تؤدي إلى الطعام بالصحابة تقديس آل البيت ومقدسون بلا شك باتفاق الطوائف ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وآلوا بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه لهم قداسة ثابتة بنص القرآن والسنة لكن القداسة التي تعني سب الصحابة لا هذه مستوردة إلى الإسلام دخيلة على الإسلام ليست من الإسلام في شيء لكن أضطرت بإطار إسلامي حتى ينخدع السذج أضطرت بمسألة ما يسمى بفرحة الزهرة على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها فرحت بمقتل عمر وفاطمة رضي الله عنها توفيت قبل استشهاد عمر باثنين عشرة سنة تقريبا كيف تفرح بوفاته هذه مسألة المسألة الثانية المسألة ما يسمى بكسر ظلع الزهراء القصة المكذوبة والتي بينا أنها مكذوبة بأقوال علماء ومحقيقي السنة والشيعة ولا نريد أن نعيد الكلام فيها مسألة يعني هذا الكتاب الكتاب الوحيد الذي ذكر قصة ما يسمى بكذوبة كسر ظلع الزهراء رضي الله عنها ذكرها كتاب واحد لم تذكرها أمها كتب الشيعة وهذا الكتاب مطعون به حتى عند مراجع الشيعة الكبار طيب عموما هذا القصة مكذوبة بأصلها لا يوجد شيء اسمه فرحة الزهراء لا يوجد شيء اسمه كسر الظلع كلها خدع فارسية جيئ بها للثأر من شخص عمر الذي أطاح بالعرش الكسروي فلا تنخدعوا ومنهم من طعن بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بكلام بذيء يطعنون فيه بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أسألكم سؤالا واحدا هل طلق رسول الله عائشة أنا أريد أن أسأل من يقول هذا الكلام نبيك شريف أم متهم بشرفه أنا أسألك سؤالا واحدا يا من تطعم بعائشة هل رسولك الذي تقول عنه أنه نبيي أنت اتصالك بالله بوسيطة نبيك تمام لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله بمعنى نوقن أن الله واحد لا شرك له من الذي علمنا بذلك من الذي ربطنا به تكملة الشهادة محمد رسول الله طيب محمد نبيك شريف أم متهم بشرفه سؤال خطير أجبني عليه فإذا كنت تطعم بعائشة ورسول الله لم يطلق عائشة باتفاق كتب الشيعة والسنة نحن متفقون من ضمن الأمور التي نتفق عليها والأمور التي نتفق بها مع الشيعة كثيرة والحمد لله من ضمنها أن رسول الله لم يطلق عائشة إلى أن مات طيب أنا أسألك إذا إنسان وجد طعنا عند زوجته فلم يطلقها شريف أم متهم في شرفه متهم بشرفه باتفاق العقلاء باتفاق العقلاء أمن يجد فاحشة عند زوجته ولم يطلقها فهو إنسان ناقص متهم في عرضه ومتهم في شرفه فأنا أسألك نبيك متهم في شرفه أم شريف أجبني وليكن جوابك ألا وفق قولك بآيشة من يطعم بعائشة كافر بنص القرآن الكريم لأن القرآن الكريم برأ عائشة في عشر آيات من سورة النور وقال بعدها الطيبات للطيبين وطيبون للطيبات وقال الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات في إشارة قرآنية على أن من يطعم بعائشة أو يصفها بالخبث فإنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبيثات والخبيثين ومن يثبت الطيب والنقاء والطهر لعائشة فإنه يثبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإرث اليهودي الذي يدس على بعض الفرق في أمتنا من الإرث اليهودي لماذا؟ لأن اليهود لما أرادوا أن يسقطوا من قدر سيدنا عيسى هم علموا بأن عيسى عند السيدة مريم عليه السلام عندما ولدت المسيح عليه السلام بغير زوج وبحمل لم يدم إلا ساعات حمل السيدة مريم بنفس اليوم حملته وولدته لأنه معجزة لماذا لم تستمر تسعة أشهر؟ حتى لا تتهم كل الناس يعرفون مريم هي ابنته مدينة ابنت قرية يدرون بها ليست حاملا والحامل معروفة حامل من الشكل معروفة؟ حملت فقالت على فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاضي إلى جرع النخلة فا ليس ثم 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 لا فا وفا حرف الفا باللغة العربية يفيد التعقيب القريب دخلت فجلست فتكلمت يعني شيء بعد شيء مباشرة قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاضي إلى جرع النخلة فلما رأوا هذه الآية علموا بأن هذا المولود سيكون نبي هذه الملة خاصة هو من بيت من بيت نبوة زكريا يحيا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فهو من آل عمران ابن مريم بنت عمران وقيل أن عمران هو أبو موسى عموما هي عائلة نبوة فاليهود الذين كانوا يقتاتون على الرهبنة رهبانهم يأخذون الأموال ويحرفون الكتاب علموا بأن هذا سيقضي على رهبنتهم فاتهموا أمه لأنه لا يمكن لنبي أن يكون هناك طعن في عرضه الأنبياء منزهون عن هذا أما أن تسألني عن قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة الدعوة والدين ليس خيانة الشرف من قال بأن زوجة نوح ولوط مع أنهما كافرتان من قال بأنهما خائنتان بالشرف هذا كافر كافرتان لكن من يطعم بهما كافر من يطعم بشرفهما لأن الطعن سيرجع إلى نوح ولوط والأنبياء منزهون في أعراضهم فأنت أنظر إلى رسول الله من خلال نسائه فإذا كنت تطعم بنسائه وهو لم يطلقهن فأنت تطعم بشرفه فأنت تتبع نبيا متهم في شرفه فعلاقتك بالله مقطوعة لا يوجد نبي المتهم بشرفه أنت مقطوع عن الله رب العالمين لست من عباد الله عموما الطعن بسيد عائش رضي الله عنها كفر ليس فيه إلا أن ينطق الإنسان بالشهادة ليدخل في الإسلام من جديد سأل أحد الطاعنين يقول اثبتوا لنا واحدا من الكفار قتله عمر بن الخطاب وأنتم تقولون عنه الصنديد وشجاع طيب شوف عيني إذا كنت تريد أن تقول بأنه فقط من تذكر في الروايات نقول هذا قتله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قتل عمر بن ود العامري في معركة الخندق وقتل مرحب في معركة خيبر طيب لا توجد روايات أخرى على أنه قتل شخصا أخر هل يمكن لإنسان مهما بلغ من الجهل والسفاها أن يقول بأن سيدنا علي لم يقتل إلا أثنين بكل حروبه لم يقتل إلا أثنين ممن وردت فيهم الروايات لم ترد أسماء إلا أثنين أو ثلاثة لكن نحن نجزم بأنه قتل العشرات والمئات والآلاف ربما لكن لا تذكر أسمهم هذه حرب في نهاية الحرب نجد كفارا كثير مقتولين ومسلمين شهداء لكن لا ندري من قتل هذا من قتل ذاك لا يمكن أن يفصل في معركة بدر التي قاتل فيها عمر قتل سبعون من المشركين من الذين قتلهم لم ترد أي رواية سوى أن أبا جهل قتله معاذ ومعاوذ بن عفراء وأمي بن خلف قتله بلا الحبشي من الذي قتل الباقين الثمانية وستين قتلهم الصحابة الباقون رضي الله تعالى عنهم عمر قاتل في بدر وقاتل في أحد وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ظهره قامت حروب الردة وقاتل إلى أن طهرت جزيرة العرب ثم نال الخلافة ثم كانت الفتوحات يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان خلافة خوفا منه رضي الله عنك تنفير منك شياطين والجن والإنس وعمر الوحيد عندما أسلم نزلت آية فاصدع بما تؤمر يعني صارت الدعوة جهرية لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر أعز الإسلام بقوته أول من طرق الباب على أبي جهل وقال يا أبا جهل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقال أبو جهل هذا يوم شؤم أسلم عمر هذا يوم شؤم لم يستطع أن يفعل شيئا وهو سيد قومه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مذدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نستطع أن نصلي في الحرم قرب الكعبة إلا عند إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وتقول أنه ليس شجاعا ولم يقتل أحدا حقيقة أنا أوصي الأدمن أو أوصي من يديرون صفحة قناة الفلوجة الفضائية بأن يكنسوا الصفحة من هذه الأقبار وأن ينظفوها من هذه الأوساخ طيب أخ يسأل يقول لنا بيت مناصفة لأمي ولأبي رحمه الله ثم بعنا البيت هل لنا شيء من حصة أمي مثل أخوة الذكور؟ أظهر أن الأخوة سائلة إذا كانت أمك حية أنت لم تذكري هل أمك حية أو متوفات؟ قلت أبي رحمه الله ذكرت أمي فالظاهر أنها حية بالنسبة للتقسيم يكون يقسم نصف البيت فقط إذا كانت أمك حية يقسم نصف البيت فقط الأرث يعني بعتموا البيت نصفه لأمك فقط ليس لكم شيء لا للبنات ولا للذكور طيب تقسم حصة الوالد للذكر يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين يعطى مثل حظ الأنثيين تمام؟ بالنسبة لحصة الأب أما حصة الأم فإن كانت الأم حية وأنت لم تذكري هذا في السؤال فهو لها لا يقسم شيء وإياكم أن تمدوا يدكم على دينار واحد من أملاك أمكم وإذا كانت متوفات أيضا تقسم كما قسمت أموال الأب للذكر مثل حظ الأنثيين أخ يقول هناك فلاح يعمل في حديقة تابعة لمعمل خمر الظاهر أن أحد الأخوة في أوروبا يعني لا توجد عندنا معامل خمر وقربه حديقة لا أدري معقولة يوجد مثل هذا في بلادنا عموما ربما في أوروبا تردنا أسئلة كثيرة من الأخوة المهجرين في أوروبا يقول فلاح يعمل في حديقة تابعة لمعمل خمر حديقة من الأمور الثمار التي يستخرج منها الخمر يعني هل ما حكم الراتب بلا شك الراتب حرام هذا يساهم في صناعة الخمر هذا جزء من صناعة الخمر لأنه يعلم بأن هذه الثمار التي يزرعها ستكون خمرا فهو جزء من صناعة الخمر حرام النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة أشياء لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها وبائعها وحتى المجالس فهذا جزء من صناعة الخمر لا شك أنه آثم بل ملعون والراتب المكتسب منه حرام فعليه أن يغير عمله أحد يقول حلفت ألا أخذ من أحد فضلا ما معنى الفضل الفضل باللهجة العراقية ننسميه فضل ما يعطى في المناسبات من هدايا إنسان يصير عنده مناسبة يجي من مكة ينجح فيه يتخرج مثلا من جامعة يتزوج الناس تنطيه فضل نسميه فضل لأنه يتبادل قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم هذا ما أدي لفضل أرجع للفضل هكذا هذا يسمى الفضل ما يعطى من هدايا قد تكون أموال وقد تكون أمور عينية فأحد الأشخاص أقسم يمينا ألا يأخذ فضلا من أحد يقول وأتى إلي شخص فأحرجني بهدية هل أصوم أم ماذا أفعل طبعا بما أنك قبلتها فأنت حنثت بيمينك فتجب عليك الكفارة أصلا عليش حالف هذا الأمر هي أصلا أمر حلو مسألة التهادي والأفضل مسألة من السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا الهدية تجلب المحبة هذا أولا ثانيا الله تعالى يقول وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اللي يقدم لك فضل رجل فضل وَالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ قَدَّمْ لك فديو معروف كاف أهم قدم لك معروف من الصغر المناسبة أمر جيد أمر طيب وجميل ومن التكافل الاجتماعي وما أشبه ذلك فإن تباكوا داعي تحرف هذا اليمين على أية حال بما أنك قبلت الهدية واجبت عليك الكفارة شنو الكفارة؟ كفارة تطعم عشرة مساكين طعام أو قيمة الطعام خلينا نقول 30 ألف دينار لكل نفر 3 ألف دينار 3 ألف دينار قيمة وجبة مشبعة جيدة 30 ألف دينار توزع العشرة كل واحد 3 ألف إذا كان عندك طعام أو قيمة الطعام وإذا لم يكن يوجد عندك يجب عليك أن تصومه ثلاثة أيام عموما الكفارة في ذمتك أخ يقول عندي رزق يعني الرزق عندي مقطوع ما هي أسبابه؟ شوف أخي الكريم هناك عدة أسباب لقطع الرزق عدة أسباب لقطع الرزق منها يعني المعاصي الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا والتقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناه بما كانوا يكسبون يعني المعاصي يعني تكون سببا لقطع بركات السماء والأرض وانظر إلى علاقتك بربك كيف تكون وأشد المعاصي إثما ترك الفرائض ثم ارتكاب الكبائر إذا كان عندك شيء من ذلك فهذا سبب من أسباب قطع الرزق هناك ناس عبال الكبائر بس إذا قتل أو سرق أو زنا الكذب من الكبائر الغيب من الكبائر النميمة نقل الكلام هنا وهنا من الكبائر قد تكون هذه أيضا أسباب لقطع الرزق يعني بين الناس عموما الكبائر أو التقصير ترك الفرائض يعني مثلا قضاء الصلاة تأدية الصلاة في غير وقتها تأجيل الصلاة عن وقتها دون سبب شرعي هذا من الكبائر ومن أكبر الكبائر مثلا عموما أولا الكبائر ثانيا قطع الأرحام قطع الأرحام من أسباب قطع الرزق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يبارك في عمره فليصل رحمه بمعنى إذا قطعت رحمك سيكون هناك سبب لقطع الرزق المقصود بقطع الرحم الخصومة والعداء مو عدم الصلاة أكون إنسان مثلا يقولك والله بيتعمي بيتعمتي بل خمس ستة شهر ما أقولهم سلام عليكم لكن أحب ومحبوني وما بيناتنا عداوة هل أنا قاطع؟ لا مو قاطع لكنك مو واصل عدم الصلاة مو إثم الإثم والقطيعة تقول ما أحكوا إياهم إذا تقول ما أحكوا إياهم أو تقول والله ما أحبهم أو تقول يعني أسباب هنالك هذا قطع حرام قطع الأرحام من أكبر الكبائر لكن أدم الصلاة لا مو حرام تحبهم وحبوك وما بيناتكم مودة بس هناك بشر طبعا موجتماعي لكنه فقد أجر عظيم وهو أجل صلة الرحم وصلة الرحم تجلب الرزق في الدنيا وتجلب الثواب العظيم في الآخرة ومن أسبابها أكل المال الحرام لا شك أن أكل المال الحرام من شار يقطع الرزق وسور بينك وبين الرزق هذه وأمثالها من أسباب قطع الرزق وكذلك قلة الاستغفار لأن الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أبواب عظيمة لفتح الرزق يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلة الاستغفار أيضا من أسباب من الرزق كذلك قلة التوكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتوكل لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح خماصا وتغدو بطانا تروح فارغة بطنها وترجع تمشي هم تتونس بالانتقال بين الغصان هم تلقى الأكل اللي تأكله فالمقصود بالتوكل على الله أكو إنسان يكاد لا يؤمن بأن الرزق من الله لا يكاد لا يؤمن بأن الرزق من الله إنما يسعى يعني أعرف مرة رجل غارم مطلوب مطلوب فلوس إيش قام يسوي يخدع الناس تعال تكفلني وأنا إن شاء الله نطقيك هدية يتكفل وينهزم ورط الناس وخلت الناس كلها تنذب السجن من وراء أنا أعرف معرفة شخصية خلت الناس تنذب السجن من وراء ليش التقيت به بعد أن كانت شكية من الناس التقيت به فقال قال شا سوي يعني أنا مطلوب فلوس وما عندي غير أمر قلت لأنت شو نعتقادك برب العالمين يعني أنت تصور بأن رب العالمين رح يفتح لك الرزق وانتجه تخدع الناس يعني هذا يعني يظن بأن الرزق ليس من الله إنما الرزق يأتي من خدعة الرزق يأتي من شطارة الرزق يأتي من سعين مجرد إيش أنت ما تصور أن رب العالمين رح يغضب عليك ويزيد مشكلتك ويزيد ديونك إذا أنت ضريت عبادة هذا توكل ما لصفنا فعليك أن توقن بأن الله تعالى هو الرزق إذا أفتح لك الأبواب فلا يغلقها أحد أمامه سبحانه وتعالى ومن أسبابها أيضا الساعي اسعي للرزق مقعد ببيتك وتنتظر السماء تمطر عليك ذهب وفضة السماء ما تمطر لا ذهب ولا فضة إنما يقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه امشي بالمناكب وهو الله سبحانه وتعالى يرزقك نعم هذه بعض أسباب قطع الرزق أو لنقول هي زبدتها إحدى الأمهات تقول كنت متخاصمة مع ابني الكبير وحلفت يمينا بألا أدخل بيته في حالة عصبية لا أدخل بيته حلفة يمين ما أدخل البيت لكن كانت في حالة عصبية بعد مدة تصالحنا وتصافينا وابني انتقل إلى دار ثانية وقمت بزيارته ما هو الإفتاء في ذلك إذا كنت قد عينت في اليمين هذا البيت الذي يسكنه قلت والله ما طب هذا البيت أو ما طب كان قصدك يا اليمين عند اليمين كان ذهنك منصرفا إلى إلى بيت أختك عفوا كان إلى بيت ابنك هذا المعين إذا انتقل إلى دار أخرى ودخلتها لا استئاثي يعني يمينك انتهى بانتقالي من ذلك البيت لكن إذا قصدت ألا تدخلي بيتا يسكنه ابنك أي بيت لا هنا عليك أن تدفع كفارة لكن الظاهر قلت لا أدخل بيته البيت الذي هو فيه الظاهر أنه إذا انتقل إلى بيت أخرى لا شيء عليك إن شاء الله أخ نيسل يقول ما حكم قطع أذان الكلاب حرام بلا شك حرام وإثم عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلاب أمم أمثالكم بمعنى الحيوانات كلها أمم أمثالنا وهذا ما نص عليه القرآن الكريم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم فهذا العمل حرام الكلب إذا كان مؤذيا يؤذي الناس بأنه يعظ يعظ الناس أو يخيف المارة يرعب المارة يجوز قتله لأنه هذا مؤذي وإذا كان له صاحب ينذر صاحبه ربما كلب حراسة ينذر صاحبه فإذا صاحبه لم يردع كلبه يجوز الأهل الحي أن يقتله لكن أن تقطع أذنه وتتركه يتألم حرام عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بذي روح والتمثيل هذا من التمثيل كأنما تمثل بجسده حتى لو جرحته جرحا وثركته أن تمثلت به فقطع الأذن هو من التمثيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بذي روح مثل الله به يوم القيامة تقطع أذن حيوان سيقطع الله تعالى أذنك يوم القيامة احذر هل صحيح أن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزئ ذلك عن حفظ القرآن لا ليس صحيحا لا ختم القرآن شيء وهذا الذكر شيء آخر ولكل منهما ثوابه ولا شك أن حفظ القرآن الكريم من أعظم الأعمال ويجعل صاحبها يجعل صاحبه حفظ القرآن الكريم في أعلى درجات الجبن ويلبس أمه وأبوه تاج الوقار يوم القيامة اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أدعو الآباء والأمهات إلى أن يدخلوا أبنائهم في دورات تحفيظ القرآن الكريم أو يمسكون حافظا محفظا لأبنائهم كي يحفظهم على الأقل ولو واحد من كل عائلة حتى يضمن الأم والأب شفاعته ويضمنون أن يلبسوا تاج الوقار ولا يتحسروا باتر تشوف صديقك أنت تشوفين صديقة تشوفين قرايبيش لابسين هذا التاج يوم القيامة وانتم مع عندكم تاج حسرا وأمر مقدور له أنت ما تقدر تحفظك بارت خلي واحد من ولدك أو واحدة من بناتك يحفظون القرآن الكريم طيب وهل يمكن أن تشرح لنا أجر من يختم القرآن كثيرا يعني قراءة القرآن مطر من الحسنات تعرف شنو مطر من الحسنات مطر في ميزان حسناتك في ميزان حسناتك تثقله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن فله بكل حرف حسنا إلى عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف يعني ابتدأت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم مطرت مائة وتسعون حسنا بكم بسم الله الرحمن الرحيم ثانية مائة وتسعون حسنا حروف البسملة تسعة عشر ضرب عشرة مائة وتسعون وهكذا بدأت تقرأ والحسنات تمطر عليك تمطر عليك تمطر أين في ميزان حسناتك في صحيفة أعمالك تثقل ميزانك فقراءة القرآن وختمه كثيرا هو مثقل للميزان لو لم يكن له إلا هذه الميزة لكانت كفاية ماذا نريد بعد أن يثق الميزان حسناتنا ثقل الميزان يعني أن نمسك الصحائف باليمين ثقل الميزان يعني أن يتوسع لنا الصراط ولا نخاف من جهنم التي هي تحته في قل الميزان يعني أننا نحمل صحائفنا لنطرق بها باب الجنة في قل الميزان يعني أن ندخل الجنة لنعيش النعيم المقيمة الخالد لو لم يكن لنا إلا هذا لكانت كفاية لكن رغم ذلك نور وأمور معنوية دنيوية منها أن المكثر من قراءة القرآن صدره مشرح همومه تزول وساوسه تزول أقله مضيء أقله منير قلبه منير كل هذا يضمن لك كثرة قراءة القرآن ألا كل إنسان أن يخصص ساعة نصف ساعة مدة زمنية من اليوم الساعات ده تروح والأيام ده تروح وسنين ده تركض يا إخوة حرامات خصصت لك جزء من اليوم اقرأ بي قرآن اقرأ بي قرآن عندما تقرأ القرآن أتعرف ماذا تفعل؟ تتحدث مع الله يكلمك الله يتحدث معك الخالق الأعظم الذي بيده ملكوته كل شيء إذا يكلمك يعني أنت تجالسه تطلب منه حاجتك تطلب منه مراغبك وهو القادر على أن يعطيها لك المفتاح موجود بالضبط مثل ما خزينة يمك ما الذهب والمفتاح يمك و أنت عايفة و صيح ليش أنا فقير ما عندي فلوس إما هو الذهب يمك والمفتاح يمك فالمفتاح هو المصحف الشريف تفتحه تحدث ربك و كل ما قرأت أكثر اقتربت من الله أكثر انشرح صدرك أكثر أنير عقلك أكثر عندئذن أطلب من الله حوائجك و مراغبك أخ يسأل يقول نحن طلاب من محافظة ديالة ندرس في محافظة صلاح الدين و نسكن في الأقسام الداخلية التابعة لمعهدنا هل يجوز لنا القصر في الصلاة والجمع مع العلم المسافة تتعدى 200 كيلومتر طيب إلى الآن شرط المسافة متوفر و تعتبر أنت مسافر يعني لأن المسافر 80 كيلومتر فما فوق فأنت أول شرط محقيقي ألي و شرط المسافة قال و تختلف مدة عودتنا للبيت قد نقضي هناك شهرا أو أسبوعا أو أسبوعين أكثر أو أقل بمدد متفاوتة مع العلم لدينا طلاب يقصرون طيلة مدة بقائهم و يستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما أطبق عليهم الثلج فبقي يقصر ستة أشهر و يقولون أن الدراسة هي المانع من الرجوع و أنا كنت أقصر عند الذهاب و عند الرجوع و لم أكن أعرف بمسألة القصر جيدا فهل علي إعادة تلك الصلوات؟ أخي أنت سألت عن القصر و لم تسأل عن الجمع القصر بمعنى أن تجعل الصلاة الرباعية ركعتين الفجر مكانها لا تنقصر ولا تنجمع المغرب ثلاث ركعات مدقل معنى أنك تصلي الظهور ركعتين والأسر ركعتين والعشاء ركعتين نعم مهما طالت المدة و لو بقيتم سنة كاملة تقصرون لكن دون جمع ما تجمع وقت بوقت بيا حال يحق لك تجمع إذا كانت مدة إقامتك أربعة أيام ما معنى الجمع يعني الصل الظهر والعصر مع بعض إما تقدم العصر مع الظهر أو تأخر الظهر مع العصر والمغرب والعشاء نفس الشيء في أي حال تفعلونها إذا كانت مدة إقامتكم في الأقسام الداخلية أربعة أيام عدا يوم الذهاب و يوم الرجوع يعني إذا تروح يوم السبت تطلع من إديالة صلاح الدين يوم السبت و ترجع يوم الخميس نعم هاي المدة كلها تقصر و تجمع أما إذا تقول والله ظل إسبوعين أو ما تدريش قد مثل تقول أحيانا ما أدري إذا كنت ما تدري هذا يسمى تسمى رخصة المتردد اللي ما يدري شوق يرجع قل والله جوزة أربعة خمسة تياما أرجع الجوزة طويل أسبوع جوزة أسبوعين ما أدري رخصة المتردد تستمر تتمادى إلى ثمانية عشر يوما ابقى في منتعاش يوم أقصر و اجمع ورى في منتعاش يوم لا تعتبر مقيم لكن من حيث القصر ابقى قصر إذا كنت ما تريد تبقى قصر بمعنى أن تصلي الربعية ركعتين لكن كل وقت بوقتها إن شاء الله تكون المسألة ورحب هل تجوز الصلاة خلف الصف في صلاة الجماعة بمفردي يعني إذا كان هناك فتحة بين الصف فعليك أن تدخل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سو صفوفكم فإني أرى الشياطين تتخلل بينكم كما تتخلل الحذف الحذف هو صغاء غنم يكون حجمه صغيرا ولونه أسود يكثر جنوب جزيرة العرب في اليمن و أطراف اليمن يسمى الحذف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الشياطين مثل الغنم السود الصغيرة تتخلل بين الصفوف لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون أن نتراصف وكان يقول لا تذروا فرجات للشيطان بينكم ندخلوا فتحات الشيطان ندخل بها فإذا جئت ووجدت الصف غير مكتمل بفتحات بالنهاية عليك أن تتمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف الأول فالأول كم له إن واحد واحد يعني وإذا وجدت فتحة بين اثنين تسعوا مصليا ادخل بها إذا كانت تكفي مصلي أما إذا كان الصف ممتلئا وأردت أن تصلي منفردا خلف الصف فصلاتك صحيحة وجماعتك صحيحة وليس عليك كراحة أما إذا لقيت فتحة وما رحت ووقفت منفردا خلف الصف صلاتك صحيحة لكن مع الكراها مع الكراها عموما صلاتك صحيحة لكن يعني لماذا تترك الصف الأول وهو أعظم الصفوف أجرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في النداء وفي الصف الأول لا استهمتم عليه سهم سهموا قرعة قدما الأجر عظيم في الصف الأول نعم أخ نيسل يقول ما حكم حلق اللحية وما حكم تقصير الثوب بالنسبة للحية حلق اللحية على رأي الجمهور المذاب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة حلق اللحية حرام حلق اللحية بالموس المقصود إزالتها تماما تعد حراما إلا من ضرورة أما على رأي الشافعية فهي مكروها وليست حراما مكروها وليست حراما إزالتها بالموس أما تقصيرها فإن شاء الله ليس حراما بمعنى الأفضل أن تكون بمقدار قبضة فإذا كانت أقل من القبضة ليست حراما إن شاء الله نعم اللحية يا أخوة هي زينة الرجال زينة الرجال كانت النساء في الجاهلية وفي بداية صدر الإسلام كانت إذا أرادت أن تقسم بالله ماذا تقول تقول أقسم بالله الذي زين الرجال باللحاء وزين النساء بالذوائب الذوائب يعني الضفائر القصائب هاي سويها النسوان ويعني بمعنى زينه هنا بالشعر الطويل وزين الرجال باللحاء قديما عندما نقرأ في الكتب القديمة يقول فبكى حتى ظلت لحيته أما الآن عندما نقرأ بالرواية الجديدة فبكى حتى سالت دمعه على خديه ما ظلت لحاية لا حول ولا قوة لا بالله زين ما حكم تقصير الثوب تقصير الثوب الأصل فيه أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف شراح السنة هل هو سنة بأصلها أم سنة بالنية والأكثر على أنه سنة بالنية أن تقصرها بنية السنة بنية السنة وليست بأصلها ليست مستحبة بأصلها وإطالة الثوب حرام بالنية كذلك بالنسبة للرجل طبعا إذا كان الثوب تحت الكعبين بالنية حرام يعني إذا كان فيه تكبر في وقتنا إطالة الثوب ليست تكبرا في عرفهم قديما الثوب الطويل يدل على التكبر طيب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل كعبيني في النار قال إن ثوبي ينسدل تحت كعبي حتى أتعاهده إلا أن أتعاهده يعني ألا شيء لا ألا طويل فقال لست أنت يا أبا بكر إنما ذلك الذي يجر ثوبه خيلاء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة هي الخيلاء والتكبر فإذا كان الثوب طويل ليس فيه تكبر ليس حراما والثوب القصير إذا كان بنية السنة نعم تحصل به السنة والثوب القصير يعني وأيضا ترعى في هذه المسألة العراف العراف يعني طيب وكما قلنا التقصير إذا كان بنيةه فهو سنة أخ يقول ما حكم طباعة القرآن الذي حجمه صغير جدا بحيث لا ترى كلماته بالعين لأنها جدا صغيرة يعني لا نستطيع أن نقول بأنه غير جائز إذا كان يوضع للتبرك لا يمكن أن يقرأ إنما يوضع للتبرك في سيارة أو في بيت لا بأس به وإن أفتى بعض العلماء بكراهة ذلك لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس مكروه إنما يوضع للتبرك لكن علينا أن نراعي مسألة واحدة أحيانا بسبب دقة الكتابة وصغرها تسقط بعض النقاط عند إذن لا يجوز لا يجوز أنا مرة رأيت مصحفا صغيرا جدا يعني أحيانا أكو صغر معقول وأكو صغر غير معقول فجئت بمكبرة كبرة الهاتف وإذا بعض النقاط ساقطة بسبب صغر الحجم النقطة خلاص بقد تصغر النقطة إلى راحة ماكو نقطة فهذا لا يجوز إذا كان هذا الدرجة لا يجوز أما إذا كانت الكتابة مضبوطة وصحيحة وضع به للتبرك ليس فيها مشكلة إن شاء الله لكن لا شك أن الذي يريد أن يطبع الأخي أسأل عن طباعة الظاهر يريد أن يطبع هذه المصاحف أنصحك إذا أردت أن تطبع مصاحف أن تطبعها كبيرة لتنال ثواب قراءة الناس لها ومن يطبع مصاحف أو يشتري مصاحف ويهديها فله ثواب بقدر كل من قرأ بها ويسأل أيضا يقول ما حكم طباعة كتاب فيه بعض سور من القرآن الكريم نجد أحيانا أجزاء من القرآن الكريم في المساجد أو تباع حتى في المكتبات جزء عم جزء تبارك أو مثلا سورة ياسين ومعها سورة الواقع ومعها سورة تبارك التي تقرأ في مناسبات معينة سورة الكهف وسورة الواقع وسورة تبارك يحملها الإنسان معه فإذا كان في الجمعة قرأ الكهف وإذا كان في الليل قرأ التبارك قرأ تبارك إذا كان في الفجر قرأ الواقع الجلب الرزق كما روي عن عبد الله بن مسعود يعني لا بس لا لا يحق لأحدا أن يقول بأن هذا غير جائز طباعة بعض السور جائز في جزء مستقل ليس فيها مشكلة إن شاء الله أخ يقول يصير عندي أحيانا شك في التشاهد الأول فوعيد الصلاة هل عملي هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا إذا حصل عندك شك يكفي أن تسجد سجدتين بعد أن تكمل التحيات الأخيرة بعد أن تكمل التشاهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسجد السجدتين ثم تسلم وإذا لم ترد أن تسجدهما لا مشكلة حتى لو شككت في التشاهد الأول يا أخي التشاهد الأول سنة مؤكدة وليس فرضا حتى لو تركته عامدا فصلاتك صحيحة لو تركت التشاهد الأول اللي بعد الركعة الثانية قمت مباشرة ما قاعدت قرأت التحيات على النص قمت إذا كنت ناسيا يستحب أن تسجد سجدتين قبل السلام من تكمل التحيات والصلاة الإبراهيمية اسجد السجدتين وسلم ما سجدت ماكو مشكلة طيب التشاهد الأول سنة مؤكدة وليس فرضا فإذا شككت بها فلا تعد صلاتك أخت تسأل تقول أنا وزوجي علاقتنا سيئة جدا لا حوله ولا قوة الله بالله عندي إرث من أهلي قديم وجمعت فوقه أموالا وأريد أن أشتري قطعة أرض أضمن بها مستقبلي الظاهر أنه بسبب المشاكل بينها وبين زوجها والعلاقة السيئة مخلي احتمالي صير الطلاق أشتري قطعة أرض أو بيت مستقل هل يجوز هل تجيب عليه الزكاة أم لا يعني أي مال إذا كان بالغا للنصاب يعني عادل 85 غرام ذهب صعفي 85 غرام ذهب عيار 24 وأسألوا الصياغ عن السعر يعني وحال عليه الحاول نعم تجيب عليه الزكاة حتى لو ضامهن للحج حتى لو ضامهن تزوج بهن ابنك حتى لو ضامهن تزوج بهن أنت ضامهن اللي شرابيت تجيبوا فيها الزكاة خلص اشتري بيت اشتري بيت الآن وخلص الموضوع لكن أما أنه هو موجود ومحفوظ عندك ولا تريدين أن تزكي أن تزكيه بلا تجيبوا تزكيتهم وحقيقة أنصحكم بأن أن تسووا ما بينكم من مشاكل كل مشكلة ولها حل أختي تركي مسألة الزكاة لنأتي إلى الجزء الأول من السؤال وهو العلاقة السيئة يعني أكو مثلا عنده لنا قديم حشاكم وحشا السامع يقولي اثنين مخابيل ما يترهمون لازم واحد يشيل الأخر بعقله هو المفروض الرجال يشيل المرأ بعقله مو ينتظرها هي تشيله بعقله أكو بعض الرجال والله نسوانهم مشاهلاتهم بعقولهم يا أخي أنت رجل أنت الذي أعطاك الله صفة القوامة الرجال وقوامون على النساء الله أعطاك مسؤولية إدارة البيت صير قد المسؤولية صير قد المسؤولية لا تخلي مرتك هي شيلها بعقلك أنت شيلها بعقلك أنت شيلها بعقلك يا أخي عقل المرأة بالفطرة أصغر من عقل الرجل المفروض بس والله يا جماعة كونسوان عقولهم قد عشر عشر ضعف عقول رجالهم ما على الأسف فإذا أنت ما متفهموا إياه علاقة شوية سيئة وهو علاقة وياك سيئة اثنين مخابل ما يترهمون ما احترامي لش تضرب ولا تقاس لازم واحد منكم يشيل الآخر بعقله وسترون يعني قدم تنازلات لا بأس ترى والله يا إخوة المرأة إذا قدمت تنازلات عن رجل يعني الخاطر رجلها أو الزوج قدم تنازلات المرتكة والله ما بها مذلة ولا بها نقص من الكرامة حتى لو كانت التنازلات على حساب الكرامة والله لا تزيد الرجل ولا تزيد المرأة إلا رفعة أحيانا لما يكون عندنا هدف أسمى وأعلى يجب أن نتنازل اقروا صلح الحديبي اقروا البنود شنية بيتنازل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن البنود مع الكفار أول نقطة قالوا لأرفع كلمة رسول الله اكتب من محمد بن عبد الله خلاص سمحوها مسحة بعدين إذا جاءنا واحد إذا جاءكم واحد من عندنا يريد السلم رجعوا علينا بس أنتوا إذا ارتد واحد منكم ورجع علينا نستقبله النبي صلى الله وسلم قال له ما يخالف حتى بعض الصحابة غضبوا سيدنا عمر قال يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا دعنا نقاتلهم شنجا يتمرون علينا هل سنروح نسحك روسهم بلحظة حش السامع فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا قدم كل هذه التنازلات هناك مشروع أسمى وأعظم وهو الهدن لأن المسلمين يحتاجون إلى وقت يستعدون فيه قوتهم يشكلون فيه الحلفاء يشكلون الدولة الدولة كانت في مرحلة الإعداد لاسب وقت كونات وقت حروب 24 ساعة تستنزف القوة وتستنزف الدماء وتستنزف الأموال عندنا مشروع بناء دولة لإقامة أمة عظيمة تنشر دينا عظيما في المشارق والمغارب عندنا مشروع كبير لابد أن نقدم له تنازلات الأسرة مشروع كبير جدا إذا علاقتك سيئة بزوجتك وإنت علاقتك سيئة بزوجتك تعرفون شنو؟ يعني معنى خراب الأسرة بمعنى أن يعيش الأبناء يفقدون شفقة الأب وعاطفة الأم كثير من المجرمين الذين كانت لهم جرائم على مستوى وطن مو فقط على مستوى بيت تلقاهم إما من عائلة الطلاق إما من عائلة مشاكل بين الأم والأب نشأوا عليها وعلموا بأن الشر هو الحل لأنهم وجدوا شرا يقابل شرا لكن تنازل عن شيء حتى لو كان جزء من كرامتك لأن الهدف أسمى والهدف أعلى بدلا من أن تنشأ جيلا ينقص رأسك في الدنيا والآخرة بسر الله تعالى السلامة الأسرة النواة الأولى للبناء الأمة زين أخت تسأل تقول هل الأرث يجوز أن يكون بالأقصاط لأن نصف الوراء لأن نصف الأرث قد بقي عند إخواني أخت تسأل ويريدون أن يعطوها لي بالأقصاط هل يجوز ذلك إذا رضيتي أنا يجوز لكن الأصل أن الأرث يعطانا نقدان كاملا ليش يأخذوهما ليش يأخذوه يعني بعض الأخوة يأخذون الورث كله ينطون أخواتهم شوية شوية يالله إحنا دعنا نصرف عليه شيء منه ما يصير ما لكم حق ما لكم حق تمنق الله من أضربك عليه إذا كتعال نصرف عليه نطيني حقي طيب هذا الأخ إذا أخذ مال أختي واشتغل به تستحق الأرباح تستحق الأرباح أما والله ما أخذوه وشغله وينطيها من الربح ماله وحاسب نفسه متفضل عليها يحرم ذلك الأصل أن مال الأرث يذهب كاملا إلا إذا هي وافقت الوارثة صاحبة الحق الشرعي للمال وافقت يا أبا أخويا خلي ضم يامك أنت أحفظ إلى ونطيني أهل منطيني بشار كذا إذا أنت وافقت لا بس لكن الأصل أنت أخذ المال كاملا أخو نيسل يقول ما حكم الذي يصلي وعلى ثيابه أثر المذي هل صلاة باطلة نعم باطلة المذي نجس حكمه كحكم البول والمذي ليس المنيه لا حياة في الدين هذه مسألة يعني أحيانا تأتينا أسئلة من بعض الأخوات تقول هناك أجوب تحرجنا نحن نجس في البيت ويوجد رجال كذا إيش يسوي أخ يسأل هذا السؤال ولا حياة في الدين يعني ما جاوب مثلا كما أنكم تسألون أسئلة تريدون جوابها غيركم يسأل أسئلة ولا بد من معرفتها يعني وحقيقة فيها أحيانا حرج لي وللسامعين لكن هذا دين هذا دين ولا بد أن نبينه متعلق بيه بطلان صلاة وصحة صلاة لازم بينه زين لا حياة في الدين الذي يخرج من الرجل إما البول وهو نجس من حيث الحكم نجس وهو ناقض للوضوء إذا كان على الثياب أو على الجسم يجب أن يغسل مو أن يغسل الإنسان كامل فقط الموضع الذي لامسه من الجسد أو الثوب هذا البول الأشياء الأخرى النازلة المني وهو ما يخرج من الإنسان عند الاحتلام عندما يكون نائما أو لا حياة في الدين عند الاستمناء أو عندما يجامع الرجل زوجته هذا المني الشيء الوحيد الذي يخرج من الإنسان وحكمه أنه طاهر يوجب الغسل نعم والغسل تعبدي هكذا أمرنا رسول الله يعني عبادة لازم نغسل يلا نصلي ما تصح الصلاة بدون الغسل لكن حكمه طاهر لماذا لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وهذا أصل الخلقة فلا بد أن يكون مكرما وهو أصول الأنبياء كيف نقول عنه نجس فطاهر إذا كان على الثوب يستحب فقط يفرق وإذا ما فرقته فهو ما بمشكلة يعني طاهر لكن البدن يغسل منه البدن نغسل بدننا منه نجي على المذي والودي هذا يكون عند الرجال المذي هو الذي يكون يخرج عندما الرجل يفكر أو يداعب زوجته أو تشتد عنده الشهوة كذا يخرج شيء خفيف والودي عادت أن يكون بعد البول يكون ثخينا هذه كلها حكمها كحكم البول ناقض الوضوء ونجسه يعني إذا لامست شيء من البدن أو من الثوب يجب أن يغسل لا تجوز الصلاة به لأنه يعتبر نجساً نعم شيئان يعني شيئان طاهران المني ولا حياة في الدين رطوبة فرج المرأة إذا كان في الثوب أيضاً لا يؤثر صلاةه صحيحة لأنه ليس نجساً نعم بقيت أسئلة لكن إن شاء الله في مجالس أخرى قبل أن نختم إخوان كرام ستكون حلقتنا هذه سنتوقف عن برنامج درب النور لماذا؟ هذه الليلة هذه الليلة هي قد تكون آخر ليلة في هذا العام الهجري 1444 للهجرة ستكون هذه الليلة المراقبة إن شاء الله فإذا رؤي الهلال فغداً سيكون الأول من شهر محرم الحرام غرة السنة الهجرية الجديدة 1445 وكل عام وأنتم بخير وإذا لم يرى الهلال فسيكون يوم الأول من محرم الحرام هو يوم الأربعاء وسينطلق برنامجنا السنوي الموسمي هجرة النور وسيكون يومياً إن شاء الله من واحد محرم إلى يوم عشراء عشرة حلقات يومياً إن شاء الله أيضاً سنلتقيكم بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من يومكم صالح الأعمال إذن برنامجنا سينطلق إما الثلاثة وإما الأربعاء وبحسب الهلال صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبتم بخير ودمتم بعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته